دعنا نقف عند الحين يقولون هل فعلاً في موجة أقبار يا يتنا الويكند؟ قبل أن نقول هل رح تي موجة أقبار نبي نتكلم عن وكالة يقولون يقولون؟ نبلش في يقولون؟ يقولون هذا أقوى وكالة دولية نقدر قولها خاصة من الكويت وكالة السوشال ميديا؟ السوشال ميديا مشكلة مصيبة عودة الكل يفتي في ما لا يعلم عنه وفي حالياً في حال الدول الخليجية واللحم تمام صدر قانون وقرامة مالية والسجن بأي شخص يفتي على أرصاد جوية مشكلة كل من يألف يتعاقب يتعاقب بالسجن وقرامة مالية حلو المفروض تكون على جميع دول من استعاون الخليجة إن شاء الله قريب إن شاء الله ليش لا؟ لأن لو لا تعطين أكل بايت أو خربان للشخص ستسمين بدنة فالمعلومات الخاطئة تسمى العقل أكيد وهذه المصيبة السوشال ميديا عندنا للأسف في حالة الجو وفي الأخبار السيئة وفي تأليف فعلا يمكن هذه الأمور اللي تتعبنا لكن خنقول الجانب الجوي شوية أخف من باجي المصايب اللي ناقصت ألف بها الحمد لله نبي الحين بعد يقولون الحين عندنا الموضوع لايف أخذ الخبر من المصدر والمصدر عندنا بالستيديو تعليق واحد يقولون في واحد أحد أن نسميه رامبو هذا يوم الأيام طلع تصريح ترامطار غزيرة يا وزير التربية سكر مدارس هذا من رامبو هذا شكله مدارس هذا مدارس نهائيا هذا يبيها من الله إدارة الأرصات جوية مطار الكويت والإدارة ترفيها دوليا ما أعطتها التصريح شون أنت يا سيد رامبو رامبو بعد قلتها رامبو يا سيد رامبو